شربة الطماطم كيلو عصير طماطم معلقة كبيرة دقيقة معلقة كبيرة سمنة اثنين كوب مرأة ملح وفلفل وحبهان بودرة وجبنا رومي مبشورة للتزيين وكريمة لباني للتزيين وبقدونس للتزيين منا مينو عملك زالتي مني؟ خالص مفيش مرة قلتي اهو ايه هزرو تقل لا 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 زودها مرة يقولي انتي لابتها سطرة لابتها مفرش كده؟ لا طبعا ليه مش كل الناس زيك كده؟ لان انا عارفة انت بتقول ايه وقصلك ايه يعني فهمة مش اه بس انا قصدي ازاي تلبسي سطرة برضو وانا تخرق معي وبعدين في حاجة ايه ولسه هقولك في ارض تهدي معليك يا كيداهم في الكوريدور طيب احنا وقل انت صعب قوي طيب انا هحط سمنة معلقة السمنة هحط سمنة وسكتيني اه اوكي على فكرة شربة الطماطم دي مش زي اي حد اديك اشجر شربة طماطم دي مش زي اي حد هقولك ليه يس خلق حطيت الثامنة واحط الدقيق يا بدي في حد بقى؟ في حد بقى؟ فين واحط حبهان طبعا لياريت كمان لو مستيكة بس المستيكة الموجودة في السوق مش حلوة فانا خلاص بطلت اجيبها اه طبعا المستيكة مضروبة ازاي نعرف ان المستيكة مضروبة لا انا كنت بجيب زمان او حد بيجيبلي من بلد عربي مستيكة معروفة حلوة صغيرة كده وشفافة دلوقتي الموجودة في السوق مش حلوة فما انا ما بجيبها ما حدش يجيب مستيكة اولاد خلاص بطلت جيبهم مستيكة المستيكة اللي في السوق مضروبة يبقى انا اولا التماطم قطعتها خدتها غلوة واحدة على النار وضربتها في الخلاط وصفتها وبقت كده ما تغنيش كتير وبعدين حطيت على النار السمنة والدقيق وحبهن مش هحمر الدقيق انا يدقوبك بس بس بشم رحك وهروح على طول حتى التماطم المعصورة اوكي مع شوية ملح اوكي وفلفل اسود التماطم تحب الفلفل الاسود وهقلبها ماشي وبعدين وبعدين هحط المرأة واسبها تغلي ولما تغلي هحط على فيها حبة جبنروني على ولا فيها جواها جبنروني على ولا فيها ولا جواها جبنروني مبشورة ويتخلي بقى الشوربة تبقى بتمط اوكي لا هحط بالمعيار يعني مش هحط كتير جبنروني مبشورة اوه جبنروني مع الطماطم فضيع اوه بس هتغلي والله لقيت قوامها تخين شوية هزوت شوية مرأة اوه هي قوامها طبعا هيبقى مزبوط مش هيبقى خفيف وهغرفها وازوมาها بالكريمة اللباني اوه بس هي تغلي وتغيرها وتبقى زي دي اللى جنبيت هي ما تغليش كتير عشان دي طماطم لو غليناها كتير هتبقى صلصة اوه انا عاوز احس بتعم الطماطم نفسها بس يا كيدهم دورتيني خليش قاعد بقى معانا كمينا اعشان يردنا حاجات لذيذة كتير اوكي اننهوة احنا نشوف مدفصل سنجعلكم في الكلينك مع أستاذ دكتور أحمد عوضالله مدير مركز دار التبق عليكم عاملينة 14 عشري في لو سمعت